هذه أموال العراق مشهد جديد من مشاهد فساد الحكومة المتعقبة بعد عام 2003 في العراق مشهد تمثل بوجود منصة عراقية عملاقة بوزن ألف طن سوردتها وزارة النفط الحالية من أجل رفع الطاقات التصديرية لتترك منذ سنوات في الإمارات عرضة لسرقة والتلف وهنا لا أحد من العراقين يشك أن الفساد آفة مستشرية في العراق وأن محاربته لا تتم بين يوم وليلة لذلك خرج المواطن العراقي الذي استشعر خطورة الفساد خرج إلى الشوارع للمطالبة بوضع حد لهذه الآفة مدركا أن ذلك لن يتم إلا بالقضاء على الفاسدين وأن الفساد هو السبب الرئيس لكل مشكلات البلاد والعباد وهو سبب المعاناة على كل المستويات وسبب الحرمان من الخدمات الضرورية بحسب المراقبين بدءا من الكهرباء والماء الصالحة للشرب إلى القضايا على البطالة وتوفير لقمة العيش وتحسين شروط الحياة في بلد لديه ثروات هائلة لكنها منهوبة لأقابل هذا المواطن المطالب بحقه بقم حكومي لا مثيل له أدى إلى عدد من الضحايا والمصابين وهنا يرى المراقبون أن الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال تطلق بين الفينة والأخرى حملات لمكافحة الفساد لكنها هي نفسها متهمة بالفساد بسبب سيطرة الأحزاب والميليشيات عليها مؤكدين أن هذه الحكومات غير قادرة على الوصول إلى الفاسدين ومحاسبتهم ومشيرين في الوقت نفسه إلا أن هذه الحكومات أخذت وقتها في الوفاء بتعهداتها بشأن القضاء على الفساد وإخضاع الفاسدين وسراق المال العام إلى القضاء لكنها لم تفلح في ذلك قط وما مشهد منصة النفط المتروكة في الإمارات إلا شاهد على استشراء الفساد وتوسعه في كل مفاصل الدولة العراقية والله حرام في مؤامرة على العراق